السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم القمر موجود في برج السرطان ورح يظل في برج السرطان لغاية صباح يوم الاثنين يعني لغاية الساعة عشرة وستة وثلاثين دقيقة من صباح يوم الاثنين لا ينتقل القمر لبرج الأسد يعني اليوم القمر موجود في برج السرطان وبما أن القمر موجود في برج السرطان معناته منظل لغاية ساعات الصباح منشعر بقوة العاطفة ومنحاول خلق جو من الأمان إنا ولأحبائنا من ميل لعمل أشياء بتريحنا من ناحية أخرى بتراودنا بعض الذكريات ومنها من يذر في الدموع وهو يقلب صور تذكارية في ألبومه أو ذكريات أو أشياء من هذا القبيل يجب أن ننتبه أكثر لطعامنا وشرابنا لأنه بالفترة هاي بصير في عنا حافز كبير لالتهام الكثير من الطعام يعني شهيتنا بتكون مفتوحة علينا تجنب انتقاد الغير نظرا لأن حساسيتهم بتكون في أوجها بوسنا شراء عقار أو زراعة نبتة ما أو شجيرة أو الانتباه لأطفالنا وأيضا قضاء وقت ممتع في البيت بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح تكون زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي رح تكون في تمام الساعة أربع وخمس دقائق صباحا بتوقيت جرينتش منهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أنه نساعدهم يعني زي أعمال إنسانية وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تزديس إيجابية بين القمر وبين عطارد هاي الزاوية رح تكون ذروتها ساعة تسعة وخمس وعشرين دقيقة صباحا بتوقيت جرينتش بنشعر بقوة الفكر والقدرة على الإدراك الجيد للأمور بالإضافة إلى نشاط الذاكرة وسرعة البديهة برضو بتزيد من خيالنا وبتقوي من ذاكرتنا ومنطقنا وبتمنحنا كفاءة للعمل التجاري وبصير في عنا ثقة بالنفس أكثر وبنتقلق بفضل سهولة تعبيرنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية من الزوايا البطيئة ذكرناها في حلقة الزوايا مجموعة الزوايا اللي نزلت لحالها على القناة طبعا هاي الزاوية هي زاوية اقتران ممتزجة ما بين الشمس وما بين الزهرة واللي بدأت تأثيراتها يوم ثمانية ثمانية ومستمرها لغاية يوم تسعة داشة ثمانية اليوم ذروتها الساعة إحداش وخمسة عشر دقيقة ظهرا يعني هاي بتعطي هيك نظرة إيجابية وتفاؤلية للحياة بصورة عامة هذا من ناحية إيجابية ولكن بما أنها ممتزجة معناته في سلبية فهاي بتخلينا الميلة المبالغة في الملاذات والطيش والكسل والإهمال وحياة الطيش شوي هيك بتصير وبرضو من ميلة إعطاء الهموم الصغيرة حجم أكبر من حقيقتها أما بالنسبة للتأثيرات السياسية فموجودة في الحلقة اللي فيها شرح الزوايا بشكل كامل بيكون أفضل لو رجعتوا لها أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية جديدة اليوم رح تبدأ تأثيراتها طبعا تأثيراتها رح تبدأ من اليوم 13.8 ورح تستمر ليوم 26.8 ذروتها يوم 22.8 الساعة 12 و 15 دقيقة ظهرا وهي زاوية تربيع سلبية بين الزهرة وبين المشتري طبعا هاي الزاوية بتخلق لدينا رغبات غريبة وبتسبب لنا اضطرابات في علاقاتنا العاطفية وصداقاتنا وبتدفعنا للمبالغة في النفقات لتحقيق رغباتنا وبرضو بتزيد من كمية الإفراط في العكل وهذا شيء بيسبب لنا نوع من أنواع الاضطرابات الصحية بما أن الزهرة والمشتري معناته سوق المال إلو علاقة أو الأموال إلها علاقة فهنا من عزز الشعور لدى البعض بالحاجة لإثبات حضورنا وغالبا بيفشلوا في ذلك يعني أي شخص بدي يعزز حضوره بالفترة هاي بيلاقي فيه مغريات كثيرة بدي يفرض شخصيته بدي يبين حاله ولكن هذا الشيء ممكن يكون نتائجه سلبية وما تكون النتائج المرجوة أما دوليا عشان نرجع للموضوع المالي فهنا هاي الزاوية بتدل على مشاكل مالية بتتعرض لها المؤسسات المالية والبنكية في البلاد بسبب البذخ في المصاريف والتبذير وسوء التدبير وبرضو بتعرف الميزان التجاري في هاي الفترة بيصير في بعض العجز والتراجع الخارجي بسبب التباين الكبير بين قيم الصادرات والواردات على المستوى الفني برضو ممكن تضييع الكثير من الأموال في الدعاية لمنتوجات ومع ذلك لن تلقى الاستحسان المطلوب لدى الجماهير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين المريخ هاي الزاوية ذروتها الساعة أربعة وخمس وخمسين دقيقة بعد العصر فبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبنندفع للاهتمام بصحتنا أكثر وبتزيد من شجاعتنا وحماستنا وبرضو هذا وقت مناسب للدفاع عن أفكارنا وحقوقنا والقيام بخطوات مهمة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديس إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية طبعا رح تكون ذروتها الساعة ثمانية وثلاثين دقيقة مساء بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفادة منها ممكن فاجعنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر منا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك برضو بتمنحنا أفكار فريدة ومبتكرة ومتعة وتسلي غير متوقعة بتزيد من اهتمامنا بالعلوم العصرية والتلفزة والسينما معني وكل الأمور هاي والميل لكل ما هو غريب ومدهش اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنهمكوا في أمور الهاصلة بالبيت والعائلة أهم شيء ما تحاولوا فرض وجهة نظركم على أحد أفراد العائلة أو المقربين منكم بوسعكم إدخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم حاذر من الخلافات والانتقادات والمواقف المعاكسة ممكن تستاء من تصرف أحدهم اتجاهك فحاول أنك تنظم الجدول أعمالك ونشاطاتك لأن الأعباء اليوم كثيرة وممكن ما تجد وقت للراحة رغم هيك ممكن يصير فيه عندك مناسبة أو خبر سار إلو علاقة بالبيت أو العائلة أو شيء كنت بتنتظره برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور طبعا اليوم بتنشطه في مجال السفر والاتصالات والامتحانات والمقابلات ولكن بتكون أكثر صبرا على الطرقات هذا اليوم يوم مناسب لاجتياز امتحان دافع عن مبادئك ولكن بدك تدافع عنها بليوني ودبلوماسية وانتبه لكلامك واحفظ خط الرجعة اليوم رح يكون عندك لقاءات واجتماعات وعمل مفيد بتتخذ من خلاله بعض القرارات المهمة في من كل يوم إذا كان عنده امتحان رح تكون الأجواء جيدة والمقابلات والإقناع والنقاشات أيضا ممتازة حتى على المستوى العاطفي في أشياء جيدة جدا برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء طبعا اليوم بيفتح لكم فرصة لمكسب مالي بيجي على الأغلب من عمل إضافي ومنكم أشخاص اليوم ممكن يستردوا أموال بتعود لهم أو يحصلوا على هدية أو جائزة أو دعم ولكن بتكتخففوا من النفقات نظم أمورك المالية وما تسمح للأقصاد بتراكم ادفع المستحقات والأولويات ولا تدع أحد يغشك أو يدفعك لتوظيف الأموال برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا اليوم أنتم مشحنون بالنشاط والحيوية وقادرون على إنجاز الكثير من مشاغلكم أهمش أن ما تترددوا في فرض وجهة نظركم الأجواء جيدة ودعم العلكم على الإقناع والحوار والعاطفي والنقاش والمبادرة بتزداد رغبتكم وبترتفع المعنويات والحظوظ ابتداءا وبتكون ناجح في التحرك أينما تشاء فترة إيجابية بتلمس انفراج وتقدم طاقتك عالي جدا وحيويتك ممتازة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا بسيطر التعب عليكم لأن القمر مازال موجود في بيت المتاعب لغاية صباح يوم الغد فعشان هيك بتكون تنجزوا فقط ما بوسعكم من عمل عاجل وتخلدوا للراحة هاي الفترة فارغة وممكن إنها تخفي عداوة أو مؤامرة أو شيء يستفزك عليك تجنب المشاكل قدر الإمكان وراعي أعمالك وسيرها بشكل روتيني أخذ بعين الاعتبار التأخير في الموعيد والنشاطات والتأجيل أيضا برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء طبعا بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا لأصدقاء ومنكم أشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة ولكن بتكون تجنبوا انتقاد أي شخص لأنه اليوم في نوع من أنواع الاستنفار عند الأطراف فحاول أنك تكون واضح بكلامك بتحتاج اليوم لحشد التأييد باستطاعتك كسب تعاطف الآخرين والتميز في علاقاتك اليوم يعتبر يوم نجاح وانتشار وحركة وتواصل ومكاسب من علاقاتك أو مع علاقاتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا بتتركز جهودكم نحو عملكم وعلاقاتكم بالمسؤولين بوسعكم إثبات جدارتكم وتدفع بمصالحكم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص الي بيبحثوا عن عمل أهمي شي انك ما تشوه سمعتك لأنها الظروف ضاغطة وممكن تحملك فرصة عمل مهمة فبدك تكون مركز بشكل جيد عشان ما تخسر شيء بدك تكون منتبه لكل شيء وما تترك الطيش أول له ويتسببوا بأخطاء لا تغتفر برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم تنشطوا في مجال السفر والاتصالات البعيدة والأمور التعامل مع أشخاص غربة أو أجانب ولكن تكونوا أكثر صبرا أثناء قيادة السيارة في الشوارع المفتوحة بتميل الاسترخاء والاستجمام ولكن يجب أن تحذر من الفوضى فترة مناسبة للتشاور والعقد المفاوضات وللمشاركة في مختلف النشاطات يوم يعني بفتح لك مجالات كثيرة حتى على المستوى العاطفي والدراسي والقضايا والأوراق القانونية وحتى على أمور التجارة أيضا فأيذن الأجواء الممتازة لازم تستغلها بكل الاتجاهات برج القاوس بالنسبة لموليد برج القاوس طبعا بتنهمكم في ضبط شؤونكم المالية المشتركة ورغم النفقات اليوم إلا أنه اليوم في فرصة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ابترغبوا في لفت الأنظار وتبديد الأجواء السلبية حاولوا أنك تخرجوا مع الأصدقاء وامرحوا ويرجوا بأي طريقة اليوم في مكاسب على المستوى الاجتماعي وأيضا على المستوى العائلي في بعض الأمور ممكن شوي بلا بعض الأشخاص تكون مزعجة ولا بعضهم تكون جيدة فبدأك تفكر بالغد باستقرار وضعك المالي وحاول أنه اليوم ما تستعجل توقيع أو عملية تجارية يعني ادرس الفكرة ناوقش وشاور أيضا برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر اليوم مقابلكم تماما فبينصب اهتمامكم حول موضوع الشراكة شراكة مالية وشراكة عاطفية ابحثوا عن قاسم مشترك يجمعكم بشركائكم اتجنبوا الانتقاد وتوجيه الملاحظات على أنواعها وحاذروا من المواجهات الكلامية الأجواء سلبية جدا وما تسمح باختلاق المشاكل وحاذر من مخالفة التعليمات والقوانين أيضا يعني فترة ما بتتحمل أو ما لازم أنك تعمل أي شيء ممكن يسبب لك إزعاج أو مشاكل برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا بيتراكم العمل لديكم حاولوا إنجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم وحاولوا إنكم ما تدخلوا في أي مواجهة مع الزملاء ابتكثر التنقلات وورشات العمل وممكن تضطر لتقديم مساعد لأحدهم كما إنها بتكثر في هاي الفترة المسئوليات والالتزامات على أنواعها بدك تكون حريص على صحتك أيضا هاي فترة دقيقة جدا فعشان هيك تركز على عملك بشكل جيد واذهب باكر للعمل وإنجز الأعمال المهمة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وتعزيز العلاقة معهم اليوم ممتاز جدا على المستوى العاطفي مستوى بعض الحضوض على مستوى الترفيه الطاقة حيويتك أبناءك بيتك أفراح مناسبات يعني على كل المستويات تقريبا الأجواء جيدة حتى على مستوى أنك تهتم بنفسك أو بهندامك أو بجمالك رح تجد أنه في عندك طاقة رائعة اليوم ولكن حاول أنك ما تسمح لأي شخص بأنه يغشك ممكن تحمل لك هاي الفترة انفراج وتعاطف عشان هيك حاول أنك ما تقف مكتوف اليدين بل تحرك هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر